نادي الأهلي بيلعب جميع البطولات متفوق جميع البطولات ويمكن شوفنا الفترة دي بعض المبارات الأخيرة في كرة السلة وتدور نصف النهائي وشوفنا مع بعض مبارتين نادي الأهلي ونادي الزمالك في نصف النهائي كرة السلة وتفوق النادي الأهلي في المباراتين والنهاردة ان شاء الله المبارات التالتة طبعا يكفي نادي الأهلي الفوز النهاردة ومش هيتلعب الماتشين التانين لأن احنا عارفين أن في نهايات الكورت السلة في الدوري كل فريق بيلاعب التاني خمس مبارات الكاسبان بثلاث مبارات هو اللي بيكمل فالنادي الآلي في أول مباراتين تمكن من الفوز على نادي الزمالك النهاردة المباراة التالتة في برج العرب في اسكندرية تعالوا نروح لزملتنا سالة حامد نتعرف منها على آخر أجواء قبل ما فرقة النادي الآلي تروح لملعب المبارات تفضل يا سال مساء الخير يا كابتن أيمن طبعا برحب بحضرتك وبكل ديوفك الكرام والكباتن الكبار في الستوديو وطبعا الكابتن أسامة عربي والكابتن عادة عبد الرحمن الكابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسني وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان وزي ما حدك قلت يا كابتن أيمن يعني حاليا أنا نتواجد داخل فندق الإقامة لمعسكر فريق النادي الآلي لكرة السلة الرجال وطبعا احنا متواجدين معهم من فندق الإقامة من بدري من بطولة الدوري السوبر لكرة السلة وطبعا نصف نهاية أو سيمي فاينل من البطولة دي هتكون النهاردة إن شاء الله يعني فيه تماما ساعة 11 ونصف مساء هتكون المباراة التالتة بالنسبة ليه فريق النادي الآلي أمام نادي الزمالك وطبعا يعني السبق ونادي الآلي فاز في أول مباراة وتاني مباراة ونهاردة تات مباراة إن شاء الله لو نادي الآلي فاز فيها تأكيد عن كلام حضرتك النادي الأهلي هيتأهل بشكل رسمي لمباراة الفاينل أو الدور النهائي من بطولة دور السوبر لكرة السلة رجالك كم زي محلق طبعا يعني شايف يا كابتن أيمن حاليا نحن متواجدين داخل فندق القامة ويمكن قبل يعني موعد الإفطار يعني جميع لعب النادي الأهلي والجهاز الفني كان عندهم محاضرة فيديو ميتنج داخل الفندق طبعا اجتمع يعني مستر جوست إبوشا مدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي مع جميع اللاعبين وعملهم زي محاضرة فيديو فيديو ميتنج اتكلم فيهم يعني عن كل الأمور ومع جميع العب النادي الأهلي عن كل الأمور ونقطة ضعف والقوة طبعا عند نادي إلا زمالك وكمان أهم الأمور يركزوا عليها خلال مباراة اليوم لحسم التأهل كمان اتكلم معهم يعني عن الأخطاء طبعا اللي كانت موجودة في المباراة الأولى والمباراة الثانية وطبعا عشان ما تتكررش أكيد في المباراة الثالثة اتكلم معهم في كل الأمور المتعلقة بالمباراة دي كانت فيديو ميتينج الساعة 3 كانت لمدة نص ساعة وبعد كده جميع العب نادي الأهلي كانوا متواجدين في الغرف الخاصة بهم وعلى موعد الإفطار الجميع كان متواجد في مطعم الفندق كانوا بتناولوا وجبة الإفطار وطبعا إحنا كنا معهم يا كابتنا أيمن قبل موعد الإفطار وحاليا نضبع معهم يعني لحد ما نوصل إن شاء الله لصالة المغطاة لاستاد الجيش ببرج العرب في المدينة الأسكندرية كمان خلينا نقولك أن الفريق استعد بشكل طبيعي زي كل مباراة بعد مباراة الأهلي والزمالك الماضية وتاني مباراة يوم السبت تاني يوم الفريق تمارا عادي جدا يعني الساعة 8.30 للساعة 10 على الصالة الخاصة بيئة المباراة وهي عليها كل التمارين جميع الفرق صالة الجيش ببرج العرب في مدينة الأسكندرية الفريق تمارا عادي بشكل كامل جميع اللاعبين بخير الكل متواجد والكل جاهز بشكل كبير يا كابتن أيمن لمباراة اليوم يعني كل اللاعبة جاهزة جمال لعيبة للشباب اللي كانوا متواجدين مع فريق العشرين سنة انضموا لباحثة فريق النادي الأهلي وأيضا كلهم جاهزين لمباراة اليوم في حالة تركيز شديدة عند جميع لعيب النادي الأهلي يا كابتن أيمن خلينا يقولك أنه الكل مركز يمكن كان معي أولي حديث مع بعض اللاعبة كل كان بيتكلم عن مباراة اليوم أنه هم مركزين جدا أنهما يحسموا التأهل النهاردة من ثالث مباراة لعدم اللجوء لمباراة ربعة أو مباراة خمسة من سلسلة داباستو 5 لبطولة الدوري السوبر طبعا ونصف النهائي لكرة السلة فإن شاء الله يا كابتن أيمن النهاردة الفريق يعني ساعة عشر وعشر دقايق هيتجه يعني مباشرة لصالة الجيش ببرج العرب في مدينة الأسكندرية إن شاء الله هنكون هناك يعني ساعة عشر ونصف قبل موعد اللقاء بساعة عشان طبعا الفريق يستعد بشكل كامل للمباراة ويعني يا رب النهاردة كمان يا كابتن أيمن نكون مع حضرتك بعد يعني مباراة كرة القدم ومباراة كمان يعني كرة السلة ويأبرك لحضرتك أكيد يعني بعد تأهل بشكل رسمي فريقنا فريق نادي أهلي كرة السلة للنصف للنهائي لمبطولة الدوري وأكيد فريق كرة القدم وتتويج بكأس مصر إن شاء الله يعني على حساب نادي بيرامدس ويمكن دي يعني يا كابتن أيمن كانت كل الأجواء الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي لكرة السلة إن شاء الله النهاردة اليوم يكون أهلاوي بانتياز وانفوز طبعا يعني فيه جميع الألعاب الخاصة بالنادي الأهلي أكيد أنا مع حضرتك لو فيه أي سؤال والآن عودة مرة أخرى للستوديو أتكلم عليك يا كابتن أيمن تفضل شكرا جزيلا زميلة عزيزة سلاح حامد ويمكن كلنا الماتش اللي فات تابعنا مبارات الأهلي والزمالك ونادي الأهلي اكتسح نادي الزمالك في كرة السلة 79-48 نهاردة الماتش الثالث نتمنى إن شاء الله إن نادي الأهلي يواصل انتصاراته وبعد مكسب النهاردة إن شاء الله على الزمالك حيلوخي بنسبة كبيرة جدا نادي الاتحاد السكندري في نهاية البطولة ترجمة نانسي قنقر